رغم العديد من التحديات المالية والصحية العالمية التي تفرض نفسها حاليا على الساحة الدولية تثبت البحرين قدرتها في تجاوز الصعاب التي قد تقف في وجه عجلة نشاطها الاقتصادي من خلال سياسات مالية تكفلت بالحفاظ على مدعدلات تضخم منخفضة ومستقرة من خلال الاستثمار الحكومي والانفتاح المالي وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية إضافة إلى تقييم القيود التنظيمية في سوق الاعتمان والعمل ليواصل المجال الاقتصادي تحقيق معدلات عالية يتم تسجيلها داخل دائرة ناتج محلي الإجمالي إلى جانب رشاقة بدن القطاعات غير النفطية والصناعات التحولية والقطاع المالي ونجد بأن في مقدمة أولويات العمل المقبلة التعافي السريع لاقتصادنا الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص بتبني الحلول والمبادرات المنسجمة مع متطلبات الظرف ولعودة المعدلات الإيجابية للتنمية الوطنية وكما تطمح له رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين في كل عام ورغم العديد من التحديات المالية العالمية التي تفرض نفسها على الساحة الدولية استطاعت مملكة البحرين أن تثبت قدرتها في أن تكون الوجهة المثالية لبدء الأعمال التجارية التي تتميز بأنها الأقل تكلفة عند تأسيسها مقارنة بدول المنطقة وهو ما جعلها الأميز من ناحية الوصول إلى سوق الخليج الذي يفوق حجم التجارة فيه ما يزيد على تريليون ونصف تريليون دولار أمريكي ناهيك عن اقتصادها الحر الذي يواصل مساره التصاعدي من خلال المعدلات الحقيقية العالية التي يسجلها في كل عام داخل دائرة الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب رشاقة بدن القطاعات غير النفطية والصناعات التحويلية والقطاع المالي فيه الرؤية الاقتصادية الشاملة عشرين ثلاثين التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه في العام الفين وثمانية شكلت خارطة طريق واضحة ما زالت تؤتي ثمارها في تطوير اقتصاد المملكة مع سعيها لمدارات الهدف الأساسي الذي تنشده والذي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني البحرين من خلال تركيزها على بلورة رؤية حكومية متكاملة للمجتمع والاقتصاد والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية والعدالة والاستدامة ومع جملة المتغيرات التي حلت بظلالها على القطاعات النفطية بتراجع أسعار النفط الخام سارعت البحرين كأول دولة خليجية إلى تنويع مصادر دخلها في وقت مبكر من خلال تشجيع المشاريع الخاصة حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بها أكثر من ثمانين في المئة فضلا عن سياساتها المالية التي حافظت على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة من خلال الاستثمار الحكومي والانفتاح المالي وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية إضافة إلى تقييم القيود التنظيمية في سوق الاعتمان وسوق العمل وانشطة الأعمال المستمرة في المملكة وكغيره من اقتصادات العالم تأثر الاقتصاد البحريني بعض الشيء من تداعيات جائحة كورونا السلبية التي اعترضت عجلة نشاطه المتسارع إلا أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة وقفت لتلك التبعات غير المحسوبة بالمرصاد تمثلت بإطلاق حزمة مالية اقتصادية لمدة تسعة أشهر متتالية تجاوزت بقيمتها حدود الأربعة مليارات ونصف المليار دينار بحريني لإسناد الجهود الوطنية في مواجهة عكسات هذا الوباء والتي من أهمها التكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لمدة تسعة أشهر متتالية ودفع رواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص إضافة إلى توجيه مصرف البحرين المركزي لدعوة المصارف وحثها على تأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا إلى جانب توسيع تسهيلات الاقتراض ووقف سداد أقصات القروض فضلا عن مضاعفة حجم صندوق السيولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني ودعم استمرارية الأعمال من خلال إسناد القطاعات الاقتصادية من قبل صندوق العمل تمكين وغيرها من المبادرات التي كان لها عظيم العوائد الحميدة على المجال الاقتصادي والأخذ بيده نحو التعافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر